نحن اليوم يوم الاسنين 26 من شهر اكتوبر عام 2020 نحن عند توزيع كفارات جميات عون المباشر المركز صفوة كوتونو مكان التنفيذ محافظة البري مدينة كندي بفضل الكفارة تتكون من عدة أشياء فيها أرز وكذلك سكر ومكرونة وتماطم وملح والزيت وكذلك الصابون كل هذا في صلة واحدة بنسبة للمستفيد واحد وهكيكا تم التوزيع والعملية للطلاب وأسرة معهد النور بمدينة كندي وهم فرهين مسرورون لأن بالفعل هذا جاء إنقاذا لهم من الجوء يمكن نقول أطعمهم من جوء وآمنهم من خوف فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المحسنين المتبرئين هذا العمل الخيري ويجعل ذلك في ميدان حسناتهم ويكفر الله سبحانه وتعالى بهذه الكفارات كله سيئاتهم وزنوبهم وا هفواتهم تقبل الله منكم ويجب أإلغان ن larف參اطي القناة ورحمة الله باركاتهم بكي وكذلك في أعادكم وكذلك في أعادكم وكذلك في أرزاقكم وأتقبل الله مننا ومنكم جعل الله ذلك صدقات جارية في ميدان حسناتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نحن اليوم يوم إثنين ستة وإشرين من شهر أكتوبر عام الفين وإشرين نحن في تنفيذ مشروع زبائح والنزور المركز مركز صفوة كوتونو محافظة الليتورال مدينة كوتونو التاريخ عشرة الفين وإشرين نحن في خطة طوية لمكتب بنين إشرين وإشرين رقم المشروع صفوة صفوة إثنين بي إي أس أ دميلة 20 ألفين وإشرين نحن في تنفيذ هذا المشروع بفضل الله سبحانه وتعالى لدينا ستة الخرفان لأزبائح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المحسين هذا العمل الصالح ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم وينفعهم بها في الدنيا والآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بصالح العمال تقبل الله منكم فهذه الزبائح حقيقة تزوى لصالح الطلاب معهد النور لإعداد المعلمين والطلاب بفضل الله سبحانه وتعالى يشكرون للمتبرعين ويدعون الله سبحانه وتعالى لهم بكل خير نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم وإن شاء الله أن قريب سنبدأ في الزبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر